اشتركوا في القناة ونطلب إعطاء تعليمات لرؤساء البلديات بتوفير ممرات خاصة لهذه الفئة في كل طرق الرئيسية للبلديات سيد الوالي تدخلنا سابقا عن مشكل ذوي الاحتياجات الخاصة والإجحاف حقهم من طرف بعض المدراء على مستوى المؤسسات الطربوية لولاية زيوزو لذلك نطالب بالدخل لوضع حد لهؤلاء المدراء ونطلب من مديرية الضمان الاجتماعي أن تكون هناك متابعة والتكافل بإنشغلات هؤلاء التلاميذ في مختلف الأقسام الخاصة طالبنا من سيدتكم سيد الوالي تسجيل ثانوية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كباقي الولايات لكي يتكون هناك متابعة لهم أو تسجيل أقسم خاصة في كامل الأطوار بالنسبة لقطاع التعليم العالم والبحث العلمي يعتبر قطاع التعليم العالم من القطاعات الحساسة في كل دولة باعتباره العمود الفقري للبحث العلمي والأكاديمي والذي يسعى لتكوين عينة من الباحثين الذين تنقل إليه مسؤولية النهوض بالجامعة ومن أجل ضمان ذلك شارعت الجامعة الجزائرية في التحول نحو المعاملات الرقمية في مختلف المحاور التي لها علاقة بالبحث العلمي والنشاط البداغوجي من خلال مبادرة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتفعيل الفضائل الرقمي تحت شعار صفر ورق إنشاء مديرية الشبكات وتطوير الرقمنا حسب المرسوم التنفيذي رقم 21 أو 34 الصدر في 7 أبريل 2021 والذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا نشكر كل المسؤولين على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لولاية زيوزو والمسؤولين عن الخدمات الجامعية على وقوفهم على قدم وساقلة الصيفية لأجل تسهيل وبرنامج القطاع وأخذ كل التدابير اللازمة لإنجاح العملية وإنجاح الدخول الجامعي في ولايتنا بإمتياز وأنا شخصيا أثمن جميع جهودهم ولكن بالرغم من كل هذا إلا أننا لا ننسى جميع النقائص التي يشهدها هذا القطاع في ولايتنا لذا علينا كمجلس شعبي ولائي مرافقة هذا القطاع في ولايتنا لذا علينا كمجلس شعبي أيضا مرافقة الإدارة ومرافقة الجامعة لأجل بذل جهد أكثر من أجل الظفر بنتيجة مرضية والشكر وعرفان للسيد رئيس الجامعة على كل المجهودات في ضمان الأمن للجامعة في ولاية زيوزو ولهذا نقول بأننا كنا دائما نرافع مشاكل الحرم الجامعي بتندى أو حسنام أو الخدمات الجامعية ولكن للأسف المديريات المعنية لم تخفض هذا بكل جدية مثلا مياه الصرف الصحي الذي تعبر مركز كلية الطب إلى حد اليوم لم يكن هناك أي متابعة البهو التكنولوجي في باستوس بدون جدار خارجي هذا منذ تجشين الوزير السابق بن زيان وزيارة الوزير الحالي بداري إلى أن هذا الأخير مازال يعاني نقول المحاول الكهربائي الموجود على مستوى هذه الكلية أيضا وعدم تشغيل محطة التدفئة المركزية لهذا البهو المركزي مكتبة المطالعة المركزية تعاني من مشكلة الكتامة منذ 2020 لطنشيتي إذ أن الجامعة لا تملك المبالغ المالية للتدخل لذلك نطالب لمدرية التجهيزات العمومية التدخل وتسجيل غلف مالي لترميم هذه الأخيرة فيما يخص ودعيسي المحاول الكهربائي الذي يتواجد خارج الحرم الجامعي وصرقة جميع مستلزمته يجب أن نجد حل هذا المحاول ويدخل إلى الحرم الجامعي فيما يخص تمضى عدم تزويد 7000 مقعد بضغوجي بالماء والكهرباء حيث أن تدخلت مديرية التجهيزات العمومية لحل المشكل ولكن في الواقع الصف لا يوجد أي تدخل بالنسبة للماء تم تزويد 1 على 2 من 7000 مقعد بضغوجي كيف لنا أن نقول بأن الجامعة أو الحرم الجامعي ليس نظيف علينا البحر أولا عن المشكل ثم نبدأ بالنقد بالنسبة للخدمة الجامعية تمضى أشكر مديرة الجزائرية للمياه على حل مشكل الماء في الإقامات بعد تدخلنا لدى مصالحها وزيادة ساعتين إراكتين لهذه الإقامات لجميع الخزانات ونجد أيضا إقامة حسناوة وحد الذكور في تطهور كبير لنطلب من مديرية التجهيزات العمومية التدخل لحل هذا المشكل هناك نقطة هامة هل يمكن توفير حفلة النقل الجامعي لطلبة الجنوب كل من ذرع الميزان وتزيغنيف في آخر أيام الأسبوع رغم أن نعرف بأنهم لديهم غرف خاصة في الإقامات لكن نظرا لمشكل النقل في محطة بوهينون بين الخط الرابط بين تزيوزو وذرع الميزان وتزيغنيف الكلاب المتشردة عند وصل إليها الزميد في الحرم الجامعي هناك مرسلة من طرف الوزارة الداخلية الذي ينصفها على القضاء على الكلاب المتشردة وكما أيضا هناك مرسلة من طرف الجامعة لبلد تزيوزو حول القضاء على هذه الأخيرة التي جاءت من الجامعة مأوى إنعدام مطعم في ابتدائيات محمد علال وأيضا أبو سعيد بمدح ولكن أشكر مديرية التربية لأننا حللنا هذا الأمر منذ أيام حول تزيوزها بالعتاد وستتكفل البلدية بالنقائص وستفتح في الأيام القليلة فقط مشكلة النقل بقرية إمخلاف إذ أن التلاميذ يقطعون مسافات للوصول إلى المدارس فلذلك سيد الوالي نطلب بتوفير حافلة نقل مدرسي لكل من قرية بمهالة وزبوج قارة وضع اتفاقية مع الخواص في مجال النقل المدرسي نطلب تسجيل مطعم لصالح ابتدائيات شبل بإعكورا نطلب تسجيل مطعم بابتدائيات تزيل طغط بإعكورا تذكير فقط سيد الوالي في الندوات السابقة رفعنا مشكلة ثانوية بالخير بجبلة حول مشكلة ربطها بالغاز طبيعي ولكن إلى حد الأيام لا يوجد أي برنامج لهذه الثانوية وأيضا نطلب بفتح ممار نجدة لهذه الثانوية من جهة القاعة الرياضية لثانوية أن يعد خطر على حدوث ماكروه والأسمح الله مشكلة متوسطة بن عيسي التي أصبحت خطرا على تلاميذنا لذلك نطلب إخراج لجنة خاصة لدراسة وضعية المؤسسة نثمن القرار المزاري على إدراج التربية البدنية ضمن المنهج التربوي التعليمي للمدارس الابتدائية لكن الإمكانية اللازمة لتدرس هذه المادة منعدمة فنقول أيضا إن عدم تكوين متخصص لأستاذ التربية البدنية قلة الإمكانية والوسائل البداروجية اللازمة لتنفيذ مختلف حالية النشاط البدني ورياضي خلال حصة التربية البدنية عدم لاءمة المساحات المخصصة لممارسة التربية البدنية ورياضية لجميع الأنشطة الرياضية في هذه النقطة بالذات سيد الوالي نقول أن معظم بلدية ولاية تيزيوزو تعاني من هذا المشكل على غرار بلدية تيزيوزو من بينهم دائرة تيزيغنيف أين نجد أدنى شروط ممارسة الرياضة والله العظيم أصبحت كرياضة جبلية وليست كرياضة مدرسية سيد الوالي نقول مثلا أن دائرة تيزيغنيف ميزانيتها لا تكفي لإعادة تهيئة جميع المدارس الابتدائية الموجودة لذلك نطالب غلاف مالي مخصص لهذا الغرض كيف كانت نتيجة نقول لهذا الغرض لكي يتسنى للطلميذ أن يكون بأريحية نقول فقط لمديرية المياه كيف كانت نتيجة تحليل ما أشهروا في ثنوية تعليم الله نطالب بتسجيل مدرسة ابتدائية جديدة في تيزيغنيف مركز سيد الوالي هناك اكتباع تشهد بلدية تيزيغنيف وسط فنظرا للحالة الخطيرة التي تشهدها كل من ابتدائية بين رجد المحمد والشيخ عشور المفتوحة من عهد قبل الاستقلال إخرج لجنة خاصة لدراسة وضعية المدرسة والتي أصبحت خطرا على التلاميذ بين ابتدائية الشيخ عشور التي تعاني من غلق قاعتين ربيا سليمان سبع قاعات وأخرى في ولدي شير قاعتين سيد الوالي نطلب منكم الأخ بعين الاحتبار وتكون متابعة من المديرية المعنية نقول أيضا نطلب منكم الإسراء في فتح أبوب ابتدائية الإخوة عميرات بإعكور لنزع الضغط على مضرار أرزقي والإخوة مهادي تسجيل ثانوية خاصة بسكان سيدين عمال الذين يقطعون الذي تعدى سكانها 1600 مليون نسمة قرية 14 فيها 14 قرية حيث التلاميذ يقطعون مسافات للوصول إلى ثانوية إسطنبول وعميروش متوسطة العقيد لطفي سيد الوالي هذه الأخيرة تعاني من مشكل عويس السكنات الوظيفية قاطن هذه السكنات يستفيدون من الكهرباء بكل اليحية من الغاز والماء حيث ركزت الفاتورة بـ 83 مليون دينار على عاتق المؤسسة كيف نترك كل هذا ونضع استغلال ممتلكات الدولة لأغراض الشخصية والمدرية لتحرك ساكن متوسطة الشهداء وعلي وإخواني في تيكزيرت حيث هي حالة كارثية تم غلق الجنأح البضاغوجي بسبب إنزلق طربة منذ عدة سنين ولم تتخل أي إجراءات لتقديم الحلول البلدية البديلة لهذه المتوسطة الحالة المتظهرة للكتامة التي ستعيق تمدرس لتلاميذ نادي وصل الشتاء وأيضا ثنوية تيكزيرتالي بتيزيرنيف ليس هناك أي متابعة من طرف مديرية التجهيزات العمومية أما بنسبة مديرية الموارد المائية سيد الوالي كانت تدشين محطة السيركاك بتيزيرنيف وأنا ربما لا تكون حال الأمثل لتزويد قاطنة سكان دائرة تيزيرنيف في الماء الشاروب ولكن للأسف الأزمة ليس لها حال حتى الآن نظرا لقدم جميع القنوات الرئيسية النقلة والموازعة للماء الشاروب على مستوى دائرة تيزيرنيف سيد الوالي تدخلنا لحل مشكلة القناة النقلة الرئيسية الموازعة للماء في بلدية تيزيرنيف مع مديرية الموارد المائية ولكن لا يوجد حل أمثل لذلك سيد الوالي نريد أن تعطي تعليم لرئيس دائرة تيزيرنيف من أجل برنامج الاجتماع مع سكان منطقة أيث وعلي لأجل فتح الطريق والمسلك من أجل إعادة تهيئة هذه القناة من طرف مديرة الموارد المائية ونقول أيضا ما هو الجديد عن 17 منبع المزعم تهيئتها في تيزيرنيف نطلب من مديرية الموارد المائية إعطاء تعليم للمؤسسة المشأة في محطة مونو بلوك بتيزيرنيف بالإسراء في الأشغال وعدم التماطل فيها نريد معرفة ما هو السبب الحقيقي لعدم مرأة البئر الارتوازية بمدح جنوب تيزيرنيف بالخزان الموزع علما أن البئر سوف تنقص من أزمة الماء على الجهة الجنوبية مشكل القناة الرئيسية النقلة للماء تيزير أربعة تيزيرنيف التي عرفت تقطوعها بسبب الأشغال المنطقة الصناعية تيزيرنيف من طلب الشركة المنجزة ولذلك نطالب المديرية المعنية بالتدخل لأن كمية الماء التي تصل إلى الدائرة تيزيرنيف غير كافية نطالب المديرية المعنية بإصلاح جميع القنوات الرئيسية النقلة للماء من ذرع الميزان إلى ذرع صشل أما بالنسبة للنقل فيما يخص النقل كان معظم تدرون خلطين عن الحالة المأساوية التي يعيشها سكان الجنوب بتيزيرنيف وذرع الميزان في محطة بوهينون شكرا للمنطقة في محطة بوهينون كل أيام الخامس والجمعة لذلك سيد المدير نريد أن نطلب منكم تحيين قائمة أصحاب الخاطر رابط بين تيزيرنيف وذرع الميزان إذ يوم الخامس لا نجد أي حافلة إذ نلجأ إلى دائرة بغني أو خاطر رابط بين عززقا وتيزيوسون سيد الوالي رغم تدخلات العديدة حول مشكلة النقل في تيزيرنيف إلا أننا نلمع على الجديد المتخد تجاه هذا المشكل لذلك نطلب من المديرية المعنية إخراج لوجنا خاصة لأجل دراسة الأرضية التي طلبنا بها ومتابعة وإجاد حل هذا الحل لذلك سيد المدير سيد المدير نطلب منكم تسجيل الملعب الخاص بقرية عديلة نطلب منكم غلاف مالي إضافي لتكملة الملعب الصغر بقرية إغلو ولمين بإفرحونن نطلب منكم تهيئة الملعب بيتفاري نيهو مالك فيما يخص البريد المواصلات سيد المدير هناك مكتب بريد مواصلات بقرية إكذورن بملدية مكيرة هذا المكتب أغلقت أبوابه حسب تقرير الستي سي ولكن البلدية لم تحصل على هذا التقرير ولم تسجل أي عملية لإعادة تشييد هذا المقارع أعلم أن هذه القرية تعتبر أكبر من نسمة في مكيرة ومكتب زبوج قال سيدي الوالي تدخلت في الدوات السابقة حول غلق هذا المكتب بدون أي حال من طرف المديرية المعنية وكما نطالب أيضا بتسجيل إعادة تهيئة مكتب بنز منزل بأيث دولة بالنسبة لمديرية الأشغال العمومية نطالب سيد المدير ما هي المدة التي ما زالت في إعادة تهيئات طريق دهوستي زرني حسب قراركم سيد المدير بأن الشركة المنجزة سوف تطالق لهذا الانشغال ولكن لم نرى أي حضور لها نطلب أيضا إعادة تهيئات شكرا شكرا